جابه الخزانات على ما شده الخزانات وهذا الحشي احنا اخذ ليال ويجيب عتابه وياخذ وقت طويل قاله والله عدنا مشكلة بالأكسجين لان الصهاريج متأخرة بالمنافذ الحدودية العراقية انا شخصيا اتدخلت مع السيد الامين العامل الساد ابو منذر حميد الغزي جزاء الله خير انه صدر كتاب عاجل انه للمنافذ الحدودية وكان اتصال مع دكتور عمر الوالوي ويسمعون اثنينهم الآن الاخوان كان اتصال مباشر على هالموضوع قال انا مستعد انه ما اخر الصهاريج عشر دقائق يعني لا زال هذا الروتين والقمارك يعني قمارك على الاكسجين هذا الهواء المباح واحنا بازمة ونخسر الارواح فكان اجراءات سريعة فعلا جاوزنا الازمة في وقتها في ذلك اليوم الازمة الاخيرة اكثر من اربع او خمس الصهاريج توقفت بالمنافذ الحدودية الكويتية لان السواق لازم يتعرضون لازم ينعرضون على المسحة الطبية وهذه الاجراءات خلت اربع تيام خمس تيام نفذ الاكسجين في المستشفى فبالتالي اصبحت فوضى عارمة في المستشفى وسقوط المستشفى بالكثير من المجاميع التي اختلط الابيض مع الاسود هناك من هو فعلا متطوع هناك تنافس ما بين جهات سياسية وهناك تنافس على المناصب وهناك صراع وفوضى اداره بالمحافظة دفع ضريبته المحافظة المواطن الذقاري وبالتالي فقدنا الكثير من الاحبة بسبب هذه القرارات البائسة والقوانين والعدم الاجراءات الصحيحة في انقاذ ارواح الناس اشتركوا في القناة